تعادل إيجابي بين الأهلي والوحدة خلينا نأخذ المباراة من زاوية الوحدة جاهز للسوبر قدام الاتحاد والأهلي لم يستفد اليوم من تعادل الاتحاد والتعاون والسع الفارق خسر نقطتين شوف بالشكل اللي ظهر فيه الوحدة وسجل تقدم على الفريق الأهلاوي والعطاء الجميل وزي ما قلت لي انتحت الهوى أنه إدارة الوحدة رغم التعادل تكافئ اللاعبين بالتأكيد عبد الله كلنا نعرف أن الأمور هذه أمور تندرج تحت التحفيز على اعتبار أن عندك مباراة أشبه ما تكون خروج مغلوب ومش صعب ولا حتى سهل لكن مش صعب أنك ممكن في مباراتين تكون بطل للسوبر فهذا بالتأكيد هو من استراتيجيات وأهداف إدارة الوحدة وإذا حققت بيكون شيء عظيم بالنسبة لهم عكس مثلا الهلال والنصر والحتى الاتحاد حتى وانتحقق وبالذات بالنسبة للاتحاد يمكن نوعا ما يراضي جمهوره بالنسبة للأهلي يعني أنا ينطبق عليهم لما تقول كل ما هانت جد علم جديد يعني أنت الفريق الأهلاوي قدمت يعني فريق منظم فريق متماسك فريق استطاع أن يفوز على المنافس فريق دفاعيا كان ممتاز الحارس مندي قلنا عنه المباراة اللي راحت أنه في بداية الجولات كنا نقول لا ما يمكن يكون هذا حارس دولي وحارس تاريخي وجاي من الدوريات الأوروبية لكن الأهلي فعلا لغز محير بالذات احنا ما نقلل من الوحدة لكن بالذات لما يلعب مع الفرق اللي تصارع على الهبوط لا يقدم لنا شكل الأهلي يعني شفناه في الدور الأول قدام النصر في الدور الأول تحديدا قدم مباراة جميلة آخر مباراة لعبها قدام غريم والتقليدي قدم مباراة جميلة ورغم وصول الفريق الاتحادي التباين هذا التباين هذا عكيد فيه خلل بين التجهيز النفسي للعبين بين علاقة الوصل اللي بين المدرب وبين اللاعبين أنفسهم أيضا على مستوى الجانب الإداري ليش الهلال متفوق؟ المنظومة كلها متكاملة جميل ترجمة نانسي قنقر